لا حل من دون روسيا ولابد من الحوار مع روسيا من أجل التوصل إلى هذا الحل فروسيا موجودة في الصراع وهي موجودة في جينيف وهي أيضا تقود محادثات أستان التي يدعمها الأردن وسيلة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار لأن استمرار الصراع واستمرار القتال ضحيته الشعب السوري الذي يعتبر الأردن حمايته وحماية حقوقه في العيش بكرامة وحرية في وطنه حقا وشرطا آخرا لتحقيق الاستقرار في المنطقة فنريد أن نعمل مع الولايات المتحدة مع أوروبا ومع روسيا من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة